انتوني مودست رأيك انه هاردة في اللي عمله هدف سجله بشكل رائع جدا عمل استيست الكريم فهد طب يا كريم خلينا الاول ناخد ماشي خلينا الاول نتكلم هل النادي الاهلي لما كان جاب مودست مارس الكولر هو اللي راح رشح الراجل ده صح وكان البروفايل بتاعه اللي عيب الطويل اللي بيقدر انه هو يلعب بدماغه كويس ايوة ولكن كانت مشكلة زي ما انت بتتكلم مع الراجل ده ما عندهش مورونة فلما كرة كاب بتجيله كان راجل بيبقى دايما راجل ده شكل وحش مش النهاردة هو جاب الهدف اللي مارس الكولر جايبه عشانه مش المطولة او مش بتكلم عالهدف ده بس هو جاويز الراجل بيقدر يلعب بدماغه كويس ولكن كانت مشكلة الراجل ده ما فيش طبعا طبعا يعني ما فيش اي ما بينه ما بين انسجام ما بينه ما بين اللعيبة ده رقم واحد كانت المشكلة التانية يا كريم أنه هو بطيء جدا في الاستلام الكرة فالموبيليتي ومرونة اللي عنده ما كانتش موجود صح فالنهاردة لما تيجي تفرج على النادي الآلي وخلينا برضو نقول حاجة عشان الناس ما تقولش احنا معاهم معاهم عليهم عليهم احنا انتقضناه بشكل كبير جدا والنهاردة بالمناسبة هو ما قدمش برضو يعني مباراة كبيرة قوي ولكن هو المهم من الفروت أنه أنت للكرة لما تجيلك تقدر تجيب جوهن قصة كلها يا كريم أن الراجل ده جوه السندوق هيقدر يفيدك بشكل كبير جدا لأن مثلا النهاردة داخل خمس التحامات تلاتة على الأرض واثنين هوايين خدخ خمسة فهو على الكور العالي مميز جدا جدا بس أنه هو يقدر يقوم بدور كهربة ده شيء ما اعتقدش أنه هو يقدر يعمله أنه هو راجل متميز فقط جوه السندوق وكان انت ده بمارس الكولر ليه عشان المطشاط اللي الفرقة بتلعب فيها لوبلوك أو بتلعب فيها الفرقة كلها بتبقى مقفلة من الساحة تلعب كله على الكورة عرضية ما عندكش فرود في النادي القلي يقدر يلعب بدماغه لما نيجي نشوف الهدف مع بعض يا كريم هتيجي تتفرج أن الراجل ده دايما بيعاب يدور المحطة وأنه دايما بيستني الكورة العالي نيجي تتكلم هنا على الهدف اللي جه علي معلول عاوزك تبص عليه هو دايما 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 انت نرجع بقى قبل ما الجنيت قبل علي معلول يرفع الأوفر خلص قبل علي معلول ما يرفع الأوفر عشان ده تحرك فرود الراجل بيلعب برأس حربة رقم تسعة الراجل متماس جدا في الألعاب اللي هو همديجي نكايب بص الراجل هنا ما بين الاتنين سنتر باك أول ما علي معلول هيستلم الكورة هتشوف بقى الراجل هيعمل نكمل حاجة بسيطة كده أول ما الراجل هيستلم الكورة الراجل هياخد خطوتين لورا عشان الكورة لما تتعب له أوت سوينج اللي هو السوينج اللي بتعامل لبرة أو الأوفر اللي بتعامل لبرة بص يا كريم تحركه وهيبقى عامل إزاي فهو بيشاور لعلي معلول وعارف إن الكورة هتتلعب له هنا فكورة أول ما تلعبت من علي معلول الكورة الوحيدة اللي جات لمودست جوه الثمانتاشر ووشه للجون هي الكورة دي بقى الكورة يا كريم كلها نكمل الفريم هتلاقي الراجل أمطالع بمنطق القوة أمضغل حدد بدماغه وموجه بشكل مميز جدا وعاوز أقفلك عند موضوع التوجيه ده يا كريم لأنه مميز في ضربات الرأس ولكن في المباراة كانت كورة بجيله كتير جدا كنت بتقطع منه على فكرة مودست لعب النهاردة يعلمس كورة 14 مرة فقد الاستحوال 6 مرات فهو بره منطقة الجزاء حاجة وجوه منطقة الجزاء حاجة تانية فاحتياج مارسر كولر لوحد زي مودست هيكون في الكورة العرضية فقط لأنه هو ما عندوش القوة ما عندوش السرعة ما عندوش المرونة ما عندوش سرعة العدو ما عندوش يلعب في ضار الدفاع اللي موجود عند كهربا فعشان كده أنا شوف أن مودست هيبقى ورقة ربحة لمارسر كولر على الدكة في المطشاط اللي هيبقى فيها اللعب مقفول ولكن يا كريم حتى الآن هو لم يقدمش المختلف اللي ممكن أقولك أن الرجل ده ممكن يكسر الدنيا ولكن هي بداية كويسة جدا 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 هو هيستعيد الثقة لنواضح أنه عنده أزمة بداية متأخرة طبعا بداية متأخرة يعني هو بصراحة برضو مارسر كولر عندو حق أنه اللعب برضو تعرض لظروف غريبة شوية إصابة هو جاي بعد كده كورونا وإيه ممكن يا كريم عشان هو برضو كان جاي مش جايز كان بقاله فترة كتيرة ما بلعبش بس أنت تفتكن انتدابه كان مهم جدا عشان بطولة السوبر الأولانية خالص وبعد كده بطولة بالزبط فهو ما قفتش النادي الأهلي في التلاتة بالعكس